بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وبرحبا بكم في هذا الجزء العملي من مادة مقاومة المواد واختباراتها معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني سوف نشرح في هذا الفيديو مسألة من المحور السادسة الذي بعنوان Pure Bending المعطيات كالاتي معطى عندنا صلد بشكل المقطع بشكل تي سيكشن شكل المقطع هو بشكل حرف تي مصنوع من النايلون والألوبالسترس اللي عليه هو بقيمة 24 ميجا باسكال بالنسبة للتنشن أما بالنسبة للكومبريشن فهي 30 ميجا باسكال الألوبالسترس المطلوب هنا هو حساب أعلى قيمة للعزم التي ممكن يتحملها هذا البيم هذا الصلد في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه المعطيات طبعا لحل هذا النوع من المسائل في خطوات لازم نتابعها أول خطوة طبعا هي تحديد مكان السنتروت في البداية نقوم بإنشاء هذا الجدول الذي في حساب الأريا رقم واحد والأريا رقم اثنين الأريا رقم واحد طبعا هو شكل المستطيل هذا والأريا رقم اثنين هو الشكل المستطيل الذي تحت في الحقيقة قسمنا التي سيكشن إلى شكلين معروفين وحساب الأريا عليهم طريقة بسيطة يعني حساب المستطيل الأريا رقم واحد طبعا هي ثمانين ضربة ثلاثين تساوي ألف وربعمية مليمتر تربيع أما الشكل الرقم اثنين يساوي أربعين ضربة ثلاثين يساوي ألف وميتين مليمتر تربيع التوتل هنا يساوي ثلاثة وستمائة سنترويد الأريا رقم واحد مكانه في الخمسة واربعين مليمتر خالين شوف هنا حسب المعطيات عنا هذا التوتل سبتين وهنا ثلاثين يعني ثلاثين وثلاثين يعني ثلاثين وثلاثين من تحت أيضا فيكون مكان مركز الشكل الرقم واحد يبعد من الأسفل لأنه المفروض هذا خط الصفر بالنسبة للواي خمسة واربعين مليمتر ثلاثين زائد الخمسطاش أما بالنسبة للشكل الرقم اثنين فهو هنا في المركز في النص يساوي نصف الارتفاع الثلاثين اللي هي خمسطاش مليمتر هنا نقوم بحساب الارية ضرب الواي مكان السنترويد بالنسبة للارية رقم واحد تساوي 108 ألف مليمتر تكعيب أما بالنسبة للارية رقم اثنين تساوي 18 ألف مليمتر تكعيب التوتل هنا يساوي طبعا هنا التوتل الارية ضرب الواي يساوي 126 ألف قانون الواي بار يساوي مجموع الارية ضرب الواي تقسيم مجموع الارية يساوي هذا التوتل ممكن نغير اللون هذا التوتل 116 ألف تقسيم توتل الارية اللي هو 3600 يجي مكان السنترويد على ارتفاع 35 مليمتر من مكان الزيرو على الواي أكسس دعنا نرى مكان الخمسة وثلاثين طبعا هذا ثلاثين هذا خمستاش تقريبا تقريبا هنا هذه الخمسة وثلاثين مليمتر فيكون هنا مكان السنترويد تقريبا هنا مكان الشكل هذا مكان مركز ماذا مكان المركز الشكل تي كله كل السكشن هذه الخطوة الأولى حددنا مكان السنترويد مكان السنترويد على ارتفاع 35 مليمتر إذن الناترول أكسس بالنسبة للتي سكشن كلها يمر من خلال السنترويد اللي هو على ارتفاع 35 مليمتر وبالتالي على حسب الشكل اللي عنا في البندنج اللي هنا الحاصل التنشن تكون فوق الناترول أكسس يعني وأقصاها تكون على السطح الخارجي من فوق أما الكمبريشن تكون معنا على السطح الأسفل وأقصاها يعني تكون أيضا من الأسفل للأسفل للتي سكشن لو رجعنا إلى التي سكشن هنا من هذه الجهة يكون عندنا ضغط ومن فوق يكون عندنا شد المكسيموم ستريسيس طبعا نتكلم هنا بنحدد مكان السنترويد فرم دي توب سايت ديستانس اف سنترويد فرم دي توب سايت هذا السنترويد تمام مكان مركز الشكل تي هو على ارتفاع في الحقيقة من الأسفل ب 35 مليمتر ومن فوق هو بارتفاع أو على بعد 25 مليمتر في الحقيقة 25 مليمتر هذه تساوي كم؟ تساوي 60 ناقص 35 نمر الآن إلى حساب المومنت أريا أو فينيرسيا نذكر بمكان السنترويد اللي هو هنا على ارتفاع كم؟ هنا خلي نشوف نحتاج في الحقيقة مكان المركز الشكل رقم واحد اللي هو هنا على ارتفاع 45 مليمتر ومكان مركز الشكل رقم اثنين هو على بعد أو على ارتفاع 15 مليمتر من هنا لحساب المومنت أف انيرسيا طبعا لا بد أن نقوم بتحويل يعني نحتاج المومنت أف انيرسيا في الحقيقة لحساب السيجما اللي هي تساوي بلاس أو ماينس أم ضرب الواي تقسيم الاي الاي هذه الاي توتل بالنسبة للشكل تي سكشن فالاي توتل هذه في الحقيقة تساوي اي للشكل رقم واحد زائد الاي بالنسبة للشكل رقم اثنين ولكن about about the natural axis about the natural axis القانون المعروف اللي هو بي اتش كيوب على اثناش ترى هو بالنسبة لمركز المستطيل نفسه فالاي 1 بالنسبة لمركز المستطيل رقم واحد هي البي وان اتش وان كيوب تقسيم اثناش أما بالنسبة للشكل رقم اثنين فهي بي تو اتش تو كيوب تقسيم اثناش فالزامي علينا هنا نحول الحساب الاي 1 about the axis رقم واحد اللي هو اكس وان لابد ان نحوله الى النيترال اكسس كيف؟ بطريقة البراليل اكسس ثوريم نضيف على البي وان اتش كيوب وان اي وان مساحة الارية رقم واحد ضرب دي وان تربيع اللي هي ماذا؟ دي وان تربيع في الحقيقة هي المسافة التي تفصل المحور اكس وان على او مركز الشكل رقم واحد الى مركز السنتروت هذه هي المسافة كم؟ هذه دي وان دي وان كم تساوي ما بين الخمسة واربعين هنا والخمسة وثلاثين هنا تساوي عشرة عشرة ملي متر تمام؟ يكون هنا الفين واربعمية الارية وان ضرب عشرة ملي متر تربيع تمام؟ فيساوي 420 عشرة أس ثلاثة ملي متر أس أس أربعة هذا ماذا؟ هذا الـ I1 أما بالنسبة للـ I2 نفس الطريقة نحتاج المسافة D2 التي تفصل ما بين السنتروت ومركز الشكل رقم اثنين هذه المسافة إيش بتكون؟ هذه المسافة هي D2 تساوي كم؟ هي الفرق بين الخمسة وثلاثين والخمستاش يعني كم؟ يعني عشرين ملي متر بعد الحساب نتحصل على خمسمية وسبعين الـ I2 طبعا about the neutral axis خمسمية وسبعين ألف ملي متر أس أربعة الـ I total طبعا I total about the neutral axis يساوي مجموع الـ I1 اللي حسبناها زائد الـ I2 مدام أنه إحنا حسبنا الـ I1 والـ I2 كل واحدة about the neutral axis باستخدام طريقة الـ Parallel Axis Theorem تساوي كم؟ تساوي total تسعمية وتسعين ألف ملي متر أس أربعة قانون السيجما معروف طبعا أي موايب تقسيم الـ I السؤال هنا هو ماذا؟ السؤال هو حساب العزم الأول من جهة التنشن ومن جهة الـ Compression معطى المسافات معطى والـ I حسبناها فإحنا ندور على العزم تمام؟ فالعزم يساوي نسحب العزم إلى البره يساوي سيجما I تقسيم الـ Y كيف نعوض؟ رح نعوض الحساب الـ M مرة بالنسبة للـ Top Side اللي هي Tension ومرة بالنسبة للـ Bottom Side اللي هو الـ Compression ليش؟ لأنه كل جهة بيكون عليها ألو بالسترس فإحنا بندور على العزم في كل من الجهتين الجهة التنشن حصلناها 950.4 كيلو نيوتن ملي متر وبالنسبة للثانية 848.57 أيضا كيلو نيوتن ملي متر طبعا للـ Safety يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أو نعتمد القيمة الصغرى بالنسبة للعزم القيمة الصغرى هنا هي 850 تقريبا 848.57 كيلو نيوتن نيوتن متر عفوا نيوتن متر أو كيلو نيوتن ملي متر بحسب النتيجة التي تحصلنا عليها ليش نأخذ القيمة الأي أصغر؟ حتى نحمي الصوليد من أنه يتعرض إلى سترس أعلى من المسموح به